أن الله تعالى يحب أن تقتى رخصوا كما تقتى عزائموا وأن تصوموا خيرا لكم يقول لي كده قالوا طبعا ربنا قالوا ولا تقربوا الصلاة مش تكمل الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون بدان فيها علم يبقى تسأل عالم بدان فيها علم يبقى تسأل عالم إن كنتم تعلمون أن الصيام خير لكم مريض السكر اللي بياخد إنسولين ممنوع يصوم ممنوع يصوم لأن الجرعات مظبوطة مع الوقت والوقت في الصيام ما يسمحش بجرعة ده مرامل الصيام قولاً وحيداً أياً كانت حالته الصحية؟ اللي بياخد إنسولين ده شاق جداً عليه السلام علي السلام حي وقت السكر يوطى لأنه مش واكل والسكر الواطي أشام أخطر مليون مرة من السكر العالي طب هنا إيه الضرر اللي ممكن يحصل لك غيبوبة غيبوبة السكر الواطي أخطر ألف مرة من السكر العالي السكر العالي ألحقه في يوم اتنين تلاتة معنش مشكلة سكرك تلتمية ما جرش حاجة ما إحنا بيجينا في عيادتنا العين سكره تلتمية وتلتمية خمسين وتلتمية خمسين وجاي على رجليه إنما السكر لوتي أكثر الأعضاء في الجسم استهلاكا للسكر هو المخ أكتر عود بيستهلك سكر بيستهلك أرقام خيالية ما قدرش أقولها طبعا في التلفزيون لأنها أرقام علمية لكن استهلاكوا للسكر عالي جدا لو ملقهوش غيبوهم ممكن جدا تؤدي إلى الوفاة فالسكر الواطي خطر نوع من الصيام تماما اللي بياخد قراس بقى الأقراص أرحم من الإنسولين في التأثير على السكر تاني الأقراص أرحم في التأثير على السكر من الإنسولين بكتير جدا إمكان التراكمي بتاعه معقول بآخر أرقام يصوم مفيش مشكلة يعني يحلل قبل الرمضان ويشوف أرقام لازم يشوف التراكمي كتير من المشاهدين هقولك يعني إيه التراكمي أعتقد أنها مش واضحة يعني يعني إيه السكر التراكمي فمريد السكر عارفت التراكمي كويس والله خلاص مش حوالي لا ده مريد السكر إنما عايزين نعرف الناس كلها اللي ما يعرفش لا أنا ما يعرفش بشو لا لازم يا دكتور برضو يديهم الصورة كاملة هو التراكمي أنا أستاذ القاهرة فيه مئة ألف تمام وفيه طائرة هليكوبتر ماشية رمض كيس سكر الكيس سكر ده يلزق في كم واحد من المئة ألف خمسين واحد صح؟ تمام طب رمض كسين يلزق في المئتين واحد وهكذا السكر اللي في الدم بيلزق في الكرات الحمر بيلزق فيها بس بنسبة معينة ما يلزقش في أكتر من خمسة المئة من الكرات الحمر وبالتالي كرات الحمر عمرها قدي ثلاث شهور مئة وعشرين يوم أربعة شهور مئة وعشرين يوم بتعيش مئة وعشرين يوم يبقى الرقم اللي لازق فيها ده بيمثلي المئة وعشرين يوم اللي فاته هم